الرحمة المهدى دائما ما كان محمد صلى الله عليه وسلم دائما التشجيع لأصحابه والثناء عليهم ليزداد نشاطهم كما حدث مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فعندما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام قراءته للقرآن قال له لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود رواه مسلم